لأن ده استفزاز والاستفزاز ده خرج بعض الناس عن شعورها ووجهت رسالة لعبدالفتاح السيسي وللمسكين البلد دي الرسالة ده كلام الراجل اللي معرفش يمسك عصابه احنا لو في بلد حر كنا سألنا السيسي من اين لك هذا لكننا في مصر النهاردة ممكن ندور معكم على اجابة لهذا السؤال من اين له هذا هو ومراته وعيلته هل مثلا احنا بندور ممكن تكون من المشاريع الجيش اللي بتتاخد بالامر المباشر للحج سعيد حج سعيد تاخد كبري ديشنا في سبعة مليار وغيره هل ممكن يطلع منها بسبوبة حلوة زي ما عمل رئيس الوزراء لا مش مدبولي ما تبقاش وحش رئيس وزراء ماليزيا محيد دين ياسين اللي اتقبض عليه من كام يوم لانه طلح حرامي اهو خبر في 23 ماليزيا توقيف رئيس الوزراء السابق محيد دين ياسين بتهمت فساد وكالة مكافحة الكاز بغير المشروع قالت في بيان ان ياسين سيقدم للمحكمة غدا الجمعة الكلام ده يا حضرات تسعة تلاتة تلاتة وعشرين ممكن طب عمل ايه الراجل ده محيد دين ده محيد دين ياسين ده عمل ايه قالت افدت وكالة الانباء في بيان ان ياسين اوقف عقب حضوري الى مقر للاجابة على اسئلة بشأن برنامج تحفيز اقتصادي لمقاولين حج سعيد بس من ماليزيا بقى من اصل مالاوي اثناء جائحة كورونا حسب ما ذكرت وكالة استشارات بريس ووضحت الوكالة ان رئيس الوزراء السابق فيمثل امام المحكمة غدا الجمعة لمواجهة تهم تتعلق بسوء استخدام السلطة وغسيل اموال ركز بقى معايا مرتبطة بمشاريع حكومية تمت اثناء حكمه ركز معايا الله يخليك يا حج سعيد غسيل اموال مرتبطة بمشاريع تمت اثناء حكمه ده خلى الخبيل الاقتصادي عبدالخالق فاروق ربط ما بين اللي بيحصل في ماليزيا باللي بيحصل عندنا في مصر والحد يفهم قال الاستاذ عبدالخالق فاروق الخبيل الاقتصادي هيئة النزاهة في ماليزيا تأمر بالقبض على رئيس الوزراء السابق المدعو الحرامي محي الدين بتهمة اختلاص مئات الملايين من الدولارات ننوه لحضراتكم ان هذا هو الثاني رئيس وزراء لماليزيا يطلع حرامي كبير اللي قبله كان يدعى رزاق عبدالرحمن وكل واحد منهم كان يخفي سرقاته الضخمة من خلال انجازات ومشروعات بنية اساسية ضخمة مثل الطرق والكباري والقطار الكهربائي وهلوم مجرة عرفتم بقى اين هي دهاليز السرقات الكبرى للرؤساء الحدئ يفهم هل السيسي جاب الفلوس من المشاريع دي احنا ماننا ومالي المحي الدين ياسين اللي كان بيغسي الاموال بمشاريع مرتبطة بالمشاريع بتاعت الحكومة كباري امثاء محاور اطر كهرباء اطر عادي اطر محمر او ممكن السيسي يكون جاب فلوس الالماز من صفقات السلاح ممكن اللي ضيع فيها فلوس البلد من غير ما نستخدم السلاح ده لحماية الامن القومي والسلاح اصلا صدى في المخازن زي ما بتقول الخبر ده مصر التالت عالميا في صفقات السلاح السيسي انفق اكتر من خمسين مليار دولار ده عربي بوست خمسين ده في شهر خمسة اثنين وعشرين انفق خمسين مليار دولار في سلاح هيترمي في المخازن في العباسية او في مخازن الجيش منعبش بي حاجة فين بقى العدو اللي بنحاربه وما فيش ما فيش هو الجيش فاضي يا ابن عمي الجيش ولوقات الجيش مش فاضين غير لبنزينات شلقاوت اللي بقت مرطراتة في مصر كل لواء عشان نرضي نعمل له واحدة شلقاوت كده بنزينة هي والمول حلو واحدة هل ممكن يكون جابها جاب الفلوس دي من العقود دي بتاع السلاح ممكن ليه لأ او ممكن يكون جاب فلوس العقد والخاتم ده السلوتير من النسبة اللي بياخدها من احتكار الجيش للسلح في مصر او ممكن يكون طلع الفلوس بتاع العقد والحاجات دي والحلق والألبازات من كشوف البركة في جيل في مصر ما عرفش ايه كشوف البركة كان فيه نصاب اتنين الحقيقة واحد اسمه الريان واحد اسمه أشرف السعد نصبوا على مصر كلها بس عشان النصبة تتحبك قوي طلعوا حاجة اسمعها كشوف البركة كشوف البركة دي هدايا ومنح كانت بتمنح للكتاب والصحفين في مصر اتسمت كشوف البركة لكن فيه نظرية كبيرة اسمعها نظرية البركة هل ممكن السيسي يكون طلع على فكرة السيسي عامل كشوف البركة دي لقادة الجيش مش مصدقني انا ممكن اوريك فيديو دلوقتي لمحطة سمعت شيل اوت اتفرج على المحطة حضرات دي مش محطة بنزين دي مول انا وصلتني وهعرضها زي ما وصلتني اهيه شايفت شيل اوت قد ايه شايفين يا حضرات شيل اوت قد ايه اتفرج بقى اتفرج اتفرج قابل وقاعد فوق شايف ده الزبط جيش دي معمولة لأحد قارة الجيش عشان الراجل بدل ما يتدايق هديك شوف البركة اللي عملها السيسي لقارة الجيش لكن فيه نظرية البركة اللي مشى في البلد واللي معناها الفساد المباشر مشان اللي بقولي الكلام ده بيقوله كاتب صحف اسمه ناصر القفاص كاتب مقر رائع عن البركة المزعومة نقرأ منه كده جزء مع بعض نقرأ كده تفضل ناصر القفاص نظرية البركة المزعومة ظهر بيننا احدهم يدعونا الى تجاهل ازمة الدولار وان نتجه الى التعامل بهذه البركة باعتبارنا نملك شهادة الضمان ساموية بان مصر المحروصة لا تهزها الشدائد اعرف ان الاغلبية السحقة تتنفس تحت الماء وتقاوم الغرق اعلم ان نار الاسعار تحرق الناس ويدهشني انها لم تلسع محترف الكذب والنصب والنفاق يطاردنا الذين لا تربطهم بالوطن غير حسابتهم في البنوك بان مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس بدعوة محاربة الشائعات ولو علموا ان اللي بعدها ولو علموا ده نص الأفاص اللي كان نابدين برنامج في المحور لو علموا انها تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس بدعوة محاربة لو علموا ان الشائعات تنمو وتترعرع في ظلام الاستبداد لأصابهم الخجل مما يقولون